أهلا بحضراتكم من جديد نروح بقى للقضايا المهمة والاستعداد للموسم الجديد ودايما زي ما بقول طول ما عندنا فيه تخطيط للمستقبل طول ما هيكون فيه نجاح أما النهاردة احنا قاعدين قاعدة تعالوا نحط المسابقة دي بالزمن بتاع المسابقة ان اللعبة تلعب عشرين دقيقة وعشرين دقيقة الموليد المساحة حجم الكورة وإحنا قاعدين عمالين نخترع ونقلف طول ما هيكون عمر ما هيكون فيه تقدم في كرة القطا الارتباك اللي احنا شايفينه هو اللي بيسيطر على المشهد هوري حضراتكم دلوقتي واحد من المدربين اللي فيه مجال البراعم بقاله سنين طويلة كتب وعلق على الليحة اللي نزلت من لجنة المسابقات في اتحاد الكورة على مسابقات 2009 و2010 و2011 و2012 قال ايه لساز او الكابتن احمد البديهي بقول احنا بنشوف عظم والله 2011 و2013 نفس مساحة الملعب ونفس عدد اللاعبين 2013 اللي هيلعبه مسابق السنة دي اول مرة 40 دقيقة وحطة علامات استفهام 2010 بقالنا شهور بنجهز ملعب كامل وبعد كده نلاقيهم بيلعبوا من التمنتاشر للتمنتاشر 2011 مقاس الكورة تلاتة احنا بجد مش مصدقين العشوية دي فعلا ممكن نقول سمك لابن تمر هندي اه كمان المدربين اللي اشتغلت خلال الفترة السابقة بتعاني عملت حفظ اللعيبة بقالها الشهور هذا الوضع وتيجي تفاجأ بلايحة جديدة قبل انطلاق المسابقة باسبوعين وثلاتة خلونا نشوف بس الاول الكلام ده عندنا 2009 هتلعب السنة دي ملعب كامل عدد اللاعبين 11 مقاس الكورة 5 التبديل 5 زمن المباراة 80 دقيقة ماشي 2010 هيلعبوا من التمنتاشر للتمنتاشر تمان اللاعبين زيت حارس مرمة صح كده يا شباب انا مش شايف كوي صح تمان اللاعبين زيت حارس مرمة مقاس الكورة 4 التبديل مش موجود وهنا غريبة النهاردة لما بعت ليحة للاندية مش مفروض بكتب فيها عدد اللاعبين المشاركين وعدد التبديل الوقت 60 دقيقة 2011 هيلعبوا نص ملعب سبع لعبين زيت حارس مقاس الكورة 3 ما فيش تبديل طب ليه ما تحطش برضو عدد التبديل هل النهاردة المدير الفني اللي هياخد فريط 2010 2011 و12 13 معاه المباراة هل هياخد 20 ولد ولا هياخد 7 ولا هياخد 30 ولا هياخد كام ده برضو من علامات الاستفهام ان ما فيش البديل ان المدير الفني هياخد كام العدد 2010 بعد الفرقة ما تحفزت من المرمة للمرمة قالوا لا من الـ 18 للـ 18 قبل انطلاق المسم او انطلاق المسابة بتلت اسابيع عندنا 2012 الحاجة التانية من المروح لـ 2012 2011 2011 سبع لعبين مقاس الكورة 3 يعني غريبة شوية مقاس الكورة 3 لا حجم اللاعبين لما يلعب سبع لعبين في مساحة اكبر في سن اكبر 2011 بتتكلم في ولد عنده 11 سنة لا مقاس الكورة ما باش تلاتة مقاس الكورة باربعة مقاس الكورة 3 التفاصيل الصغيرة دي محتاجة ناس خبراء مش العملية مش ان انا احط مقاس كورة وخلاص مقاس 2012 و2012 نص ملعب و2013 نص ملعب الحاجة الملفتة للنظر 2011 و2012 و2013 ازاي هي نفس المساحة ونفس عدد اللاعبين هل الولد 2013 هو نفسه جسم جسمانيا الولد 2012 هو نفس الولد 2011 ازاي 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 ألعب نفس المساحة ازاي النهاردة 2013 13 اول سن يلعب مسابقة كان زمان بيلعب خمسة وجول ملعب خماسي ازاي النهاردة لعبه في مساحة نص ملعب ولعبه كمان الوقت 40 دقيقة ازاي مين اللي حط زمن المباراة مين اللي حط مساحة الملعب مين حط عدد اللاعبين واحد من المدربين الكابتن تامر طلعت برضو علق كتب سمك لابن طمر هندي لله الامر من قبل ومن بعد مش عارف الله النهاردة البراعم اللي كان مسؤول عنها المناطق المناطق المسؤولين في المناطق هم اللي بينزلوا الملاعب هم اللي بيلفوا هم اللي عارفين المشاكل هم عارفين كافة الامور لسه نادي المناطق هيا اللي ما حطتش المسابقات البراعم زي كل سنة عشان ناس متعايشة وناس بتنزل ليه واحد قاعد في مكتب هو اللي يحط الكلام ده واحد مش دريان بكافة الامور دي ازاي النهاردة الفين وتلاتاشر الولد اللي لسه يلعب مسابقى الاول سنة يلعب مساحة نص ملعب ويلعب اربعين دقيقة اتمنى من لجنة المسابقات في اتحاد الكرة هم اللي حطوا كافة الشروط دي لمهرجانات البراعم اتمنى مراجعة الامور دي اتمنى من الدكتور جمال محمد علي وهو من الشخصيات المحترمة جدا ومن الاضافات المهمة لاتحاد الكرة اتمنى يتم الاستعانة به واخذ المشورة منه الدكتور جمال محمد علي قام وقيمة نسان محترم ونسان فاهم النهاردة ما ينفعش ان احنا يبقى الدكتور جمال محمد علي هو المختص المدربين فقط لا يدخل في كافة المسابقات ووضع المسابقات والنهاردة يتم الاستعانة بالمدربين في الاندية وفي البراعم وبيق مديرين قطاعات الناشئين هم اللي عندهم الامور دي وبالمناطق قبل ما حط اي شروط لمسابقة زي ما احنا شايفين التهاريج اللي بيحصل في مهرجنات البراعم دي اتمنى تعديل هذا الامر علشان يكون الافضل قادم ان شاء الله لمهرجنات البراعم اشتركوا في القناة